بعد استشهاده صلوات وسلام عليه بعد استشهاده أسد الله وأسد رسوله فاطمة صلوات الله عليها فاطمة التي قرنت تسبيح باسمها الشريف تسبيح فاطمة مسبحة فاطمة كانت قبل استشهاد الحمزة كانت خيطا من صوف أزرق عقدته عقدا بعدد تكبيرات تسبيحها خيطا من الصوف الأزرق عقدته عقدا بعدد تكبيرات تسبيحها تلك هي مسبحة فاطمة هذه المسبحة التي قرنت بتسبيح فاطمة بالتسبيح الزهرائي المعروف الذي له ما له من الخصوصيات وليس المقام للحديث عن هذه التفاصيل هذا كله قبل استشهاد الحمزة لكن بعد استشهاد الحمزة فإن فاطمة صنعت لها مسبحة من خرز هذا الخرز من طين قبر أسد الله وأسد رسوله وجرت السنة بعد ذلك أن المؤمنين يصنعون مسابحهم من طين قبر الحمزة إلى أن قتل سيد الشهداء فأخذ أهل البيت وأشياعهم يصنعون مسابحهم من طين قبر الحسين هذه المضامين وردت في الروايات عن الأترة الطاهرة الوقت يجري سريعا سأذكر لكم مصادر هذه الروايات مزار المفيد الرواية عن صادق العترة وكذلك مكارم الأخلاق للطابرس وفي بحار الأنوار للمجلس وهذا الأمر يتكرر في كتب المزارات والأدعية والجوامع الحديثية وهذا أنموذج من الجوامع الحديثية عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني وهذا هو الجزء الأول من عوالم فاطمة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الجزء الأول من عوالم فاطمة صفحة 295 صفحة 296 فاطمة تصنع مسبحتها الزهرائية الشريفة من طين قبر أسد الله وأسد رسوله تلك هي مسبحة فاطمة طين قبر الحمزة يمازج تسبيح فاطمة ما بين ملامس يدها الطاهرة على طين قبر عم رسول الله وما بين ما تفيض به شفاهها من ذكر تسبيحها وتهليلها وتكبيرها إنها الزهراء الزاهرة إنها محجة محمد إنها روحه التي بين جنبيه هذا وغيره ينبئنا عن قدس ذلك طين وقدس ذلك طين ينبئنا عن عظمة ذلك القبر وعظمة ذلك القبر تنبئنا عن عظمة صاحبه صلوات وسلام عليه على أسد الله وأسد رسوله فاطمة صنعت مسبحتها من طين قبره وجاورت قبره في زياراتها المتكررة أيام رسول الله قبل استشهاده صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر الحمزة في كل سبت من كل أسبوع هذا هو تهذيب الأحكام للطوسي للشيخ الطوسي وهذا هو الجزء الأول من طبعة نشر صدوق طهران إيران صفحة 493 رقم الحديث 168 عن يونس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت في كل غداة سبت في صبيحة كل يوم سبت من كل أسبوع فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له ترحم واستغفار من فاطمة على حمزة معاني ودلالات لا يحيط بها عقلي وفي الجزء الثالث من الكاف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 219 من الباب 156 الذي عنوانه باب زيارة القبور الحديث الثالث بسنده عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة وسبعين يوما لم ترى كاشرة كاشرة يعني متبسمة لم ترى كاشرة متبسمة ولا ضاحكة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة في كل أسبوع تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول ها هنا كان رسول الله ها هنا كان المشركون الرواية تحدثنا بشكل واضح عن أن الصديقة الطاهرة في تلك الظروف القاهرة كانت كانت جريحة كانت جريحة من آلام فقدان رسول الله وكانت جريحة من الظلم الذي جرى على أمير المؤمنين وكانت جريحة في بدنها طاهر بعد أن عذبوها وضربوها ضربوها وأهانوها ولفعوها بالسياط وجرى الذي جرى عليها لا أريد أن أتحدث عن الذي جرى على فاطمة لكن حديث الباب والجدار حديث مفصل طويل مفعم بالآلام والحسرات والأحزان والباب يا بقية الله والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء وَلَسْتُ أَدْرِي وَلَسْتُ أَدْرِي وَلَسْتُ أَدْرِي وَلَسْتُ أَدْرِي وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ المسمار سَلْصَدْرَهَا لَا تَسَلْنِي لَا تَسَلْنِي وَلَا تَسَلْغَيْرِي سَلْصَدْرَهَا سَلْصَدْرَهَا خُزَانَةَ الْأَسْرَارِ والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ المسمار سَلْصَدْرَهَا خُزَانَةَ الْأَسْرَارِ مع كل ذلك كانت تزور الحمزة في الأسبوع مرتين بينما في أيام رسول الله كانت تزوره في الأسبوع مرة إنها تريد أن تفارق الدنيا تريد أن تلفت أنظارنا إلى منزلتي الحمزة صلوات الله عليه إنها تقول لنا حينما كنت من دون جراحات ومن دون آلام كنت أزوره مرة في الأسبوع ولكن مع كل هذه الآلام إنني راحلة عنكم إنني راحلة إلى أبي في هذه الفترة المحدودة كانت في كل أسبوع في يوم الأثنين وفي يوم الخميس كانت تجدد العهد بزيارة قبر أسد الله وأسد رسوله كل هذه المضامين تخبرنا عن أي شيء فاطمة وزيارتها فاطمة وطين قبر الحمزة فاطمة وتسبيحها الذي صار ممازجا لطين قبر أسد الله وأسد رسوله كل هذه الإشارات كل هذه الرموز كل هذه اللقطات تنبينا عن عظمة منزلة الحمزة عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر